هاي سألك سؤال وفرصة وحركة كبيرة يعني تفاهمهن ليه الإصابات بتاعة الرباط الصديبي بينا نسمع عنها كتير آه موجودة من زمان بس مش بالكم ده بيننا كل شوية وتحديدا في مصر آه طبعا موجودة في العالم كله بس احنا هنا اللعيبة كتير بتصاب وتكرر إصاباتها هنجي على حالة الوينش كمان تحديدا بعد شوية بس بشكل عام ليه إصابات الرباط الصديبي بيت تكرر كتير والله بس أنا يعني في رأيي أن طبعا دلوقتي البطولات بقت كتير يعني اللاعب دلوقتي على الأقل بيلعب له مثلا ماتش كل 72 ساعة لو اللاعب مش مبني أو متأسس كويس سواء في الصغر أو سواء في الفترات الإعداد بتاعته في الأندية ممكن يعرض للرباط الصديبي كتير وهو ده اللي بيحصل برضو عندنا برضو الملاعب مش مية في المية الحقيقة صحيح ودي ممكن لاعب يجي لرباط صليبي بدون أي احتكاك بدون أي حالة لو في مشكلة في الملعب أو الجزمة بتاعته لزقت في الملعب وجسم محمل عليه وكمل ودي حاجات كتير بتحصل واعتقد أن إصابة الوينش الأخيرة اللي هي علاقة بالموضوع ده ملعب تكرار إصابة زي الوينش كده وحاجة زعلتنا كلنا لعب كبير سواء اللي بردخة مصر أو نادي الزبالك وكذا لعب تكرار إصابة بالرباط الصديبي يعني يبقى بيخف وفجأة إصابة تاني هل ده كان بيبقى علاج أو عمليات خاطئة تأهيل خاطئ ولا بس قصة الملعب لا لا يعني أنت جبت حاجة مهمة جدا إحنا كجراحين عظام أنا جراح عظام وبنشتغل عمليات الرباط الصليبي دي نجاح عملية الرباط الصليبي وتكرارها ده بيبدأ من العملية نفسها يعني ممكن واحد يخش يعمل عملية الجراح ما يبقاش موفق مثلا احنا بنعمل حاجة بنسميها بورتل أو دخول الرؤعة اللي هنحطها للرباط الصليبي ما تكون مش دخلة بطريقة مظبوطة الموزيشن نفسه بتاع الرباط الجديد تعرف الرباط الصليبي احنا بنشيل الرباط القديم ده خالص وبنحط الرباط جديد طيب الموزيشن نفسه بتاع الرباط الصليبي ده جوه الرجبة مش مظبوط ممكن يبقى فيه ميل شوية ممكن يبقى فيه ميل كده يبقى فيه احيانا تيكنيكل من الجراحة ودي بتحصل كتير جدا يعني حاجة بنسميها التنشن بتاع الرباط يعني احنا بنشتغل لازم تراعي الشد الرباط الطبيعي بتاع البناء ده بيبقى ليه تنشن معين لو انت مقربتش قوي من الطول بتاع الرباط ده والتنشن الموجود بتاعه ممكن يتصاب تاني دي مهم الحاجة التانية اللي بتقع على الموضوع التأهيل لو انا التأهيل بتاعي مش مش مظبوط والعضلة بتاعتي ما نمتش بالطريقة الكويسة يعني رجعت لطبعتها في حاجة تانية مهم جدا عندنا اللي في التأهيل اللي بنسميه احنا اللي هو ده بقى اللي بيعور اللعب الاستابلتي والفليكسبلتي معليش في اللابس الاستابلتي ان انا رجلية تبقى ستيبل يعني سابتة طيب بيقاليها عوامل كتير قوي ان انا رجع رجلية سابتة وما يجيليش روباط الصليب تاني ان النازم العضلة تبقى قوتها كويسة الدرجة الحركة من اللي احنا بنقول عليها الفليكسبلتي بقى ديت بتاعة المفصل بعد الرجوع دي مهمة جدا لان انا لو رجلية مش فليكسبل هتعور تاني هم مع اي حركة خطيئة مع اي لفة مع واقعة في الارض لكن انا لو العضلة بتاعتي سليمة في التأهيل التمارين بتاعة المرونة والسبات مصبوطة صعب جدا انها ايه تتكرر دي مهمة اوي لكن لما الحاجات دي كلها ممكن ترجع ان اللعب يصاب مرة تاني عظيم دايما نسمع عن فكرة انه اللعيبة اللي تصاب برباط الصديق العدد الاكثر من اللعبين وتحديدها المهمين يعني اللعيبة اوصل المهمين انهم لعيبة دولية ولعيبة فقدية كبيرة يقولك يالله طالين على المانيا يالله طالين على مش عارف فيه ورغم كده او بالرغم من كده احنا عندنا ده كثرة مؤهلين جدا وممتازين جدا جراحين في مصر ليه بياخدواBack قرار و انهم يسافروا برا والله يبص جت ففترة اه معنى انا العيب فىالزمالك او فى الاهلى او فى الأندق كبيرة اللى عندها امكانيات شوية بالبلدي كده ليه مروحش أعمل عملية برر يعني ليه مروحش أعمل عملية برر لا انا عايزة روح أعمل عملية برر مع ان ده مش كله بيبقى صح انا فيه لعيبة كتير اوي رحت عملت عملياتها برا مصر وجدت فشلت وعملتها هنا في مصر يبقى حاجة مهمة قوي اللي هي اللي أنا معاهم بقى فيها اللي هي التأهيل 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 هنا بدأ يبقى فيه مراكز بس في نفس الوقت الحتة المؤهلين الموجودين هنا أنا فيها دفقت شوية في المؤهلين اللي بيأهيلوا عمليات بعد عمليات الروباط الصليبي في إمكانيات بقى أجهزة في إمكانيات المؤهل نفسه الأفراد الحاجات دي عشان كده دايما الاتجاه بيبقى يروح برا دلوقتي كمان لعيبة مش لازم في ألمانيا بتاع في مراكز متطورة جدا في الدول العربية وفي عندنا هنا إحنا عندنا الجراحين بس المراكز بقى واللي الناس بتشتغل عليها محتاجين فيها تطوير كده محتاجين فيها تطوير كده وده السبب يعني